نهاردة التمرينة بتاعت الاهلي اللي هنتابع مع حضراتكم أجزاء منها كانت فيها كتير من الأخبار المطمئنة النمر واحد طبعا بعد قايمة الغيابات الكبيرة اللي أثرت على مشوار الاهلي وخصوصا بعد العودة من فترة التوقف برضو يمكن تكون أكثر يعني فترة التوقف مرنا بيها من سنوات طويلة أو يمكن حتى يعني حتى لما رحنا لعبنا أفريقيا في الكاميرا الأمريكية كان الاهلي بيشارك في نفس الوقت في متشاطر اسمها في كاس العالم فبتهالي فترة طويلة جدا يعني مش متذكر بصراحة آخر مرة كانت قيمة حسيت إنه اللعيبة وكأنها بتبدأ موسم جديد وده شوية خلانا مش متطمني بس يعني مديين لمبارات ميديامة اهتمام أكبر هي مباراة مهمة بكل تأكيد مباراة صعبة برضو بكل تأكيد لكن اللي يطمن هو جهزية اسمين أعتقد هيكون ليهم دور كبير جدا في متش الجمعة اللي جاية وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد اللي اعتقد هيكون ليه دور رئيسي في المباراة وورقة هجومية ربحة جدا 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 اعتقد إنها مع وجود حسين الشحات وريضا سليم اللي تطمن عليه ونرهن عليه طبعا يكون ليه دور في متش الجمعة اللي جاية وجود برسيتاو برسيتاو وحسين الشحات وريضا سليم التلاتة ورقة هجومية كبيرة جدا ممكن يكون ليها دور كبير وزي ما حراركم شايفين كوكا نعرض في التمرين أكرم في التمرين رودا سليم في التمرين وسام أبو علي شارك في التمرين تلنهار ده تمليكة الصبح برسيتاو شارك في التمرين بشكل كامل وهيظهر يمكن قدام حضراتكم كمان شوية كلها لنصر جاهزة الحقيقة ونتمنى إن شاء الله يعني مع دخول بقى والعودة المباراة الرسمية نتمنى إنه الكيرف أحمد عبدالقادر واحدة من الأوراق المهمة جدا 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 في الفترة اللي جاية أحمد عبدالقادر برضو فكا يعني ولا الده حكاية يعني أنا ما زلت مؤمن إنه عبدالقادر برضو لو لو امتلك من العقلية ومن الإرادة اللي خليه يشتغل على الحاجات اللي نقصة عنده كورته ما بيختلفش عليها اتنين يعني لو بتكلم على اللعيبة المهرية لازم تحط عبدالقادر واحد من أفضل عشان ببقاش يعني متحيز قوي من أفضل ثلاث لعيبة في مصر عنده كورة أكتر من رائعة عنده الوان تو وان أكتر من رائعة عنده اللمسة الأخيرة اللي يقدر يفنش بها ويبقى فعال على المرمى بتنقصوا شوية حاجات بسيطة جدا وينقل نفسه في حتة تانية أتمنى إن شاء الله أنه عبدالقادر يقدر يجعلين عبدالقادر اللي احنا شفناه أول ما رجع لأهلي وأحسن كمان في الفترة اللي جاي الموقف بالنسبة لأنتوني مودست وبنسبة الكهرباء لغاية الوقت لسه لم يحسم بشكل نهائي عشان نعرف إنه فيه كلام في الموضوع ده لكن معلوماتي أنا الشخصية إنه ما تمش حسم القصة بالنسبة لهم بشكل نهائي فكرة غيابهم أو مشاركتهم أو حضورهم على أقل في قائمة الفريق لسه ما زالت غير مؤكدة طيب طبعا كابتن خالد بيبو مدير الكورة كابتن خالد بيبو مدير الكورة تكلف طبعا بالسفر لغانا عشان يبتدي يحضر لرحلة الأهلي لغانا المباراة هتكون يوم والجمعة إن شاء الله بتوقيتنا هنا الساعة 6 في القاهرة وزي ما أردتكم النهاردة كان فيه تمارينة خفيفة بكرة كمان هيكون فيه تمارينة خفيفة بعدها هتتحرك بحثة نادي الأهلي اللي هيترقصها سيد مهند مجد طبعا رئيس بحثة عدو مجلس دارة وهيكون رئيس بحثة الأهلي في غانا حسب مقرر مجلس دارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب نتمنى لهم طبعا السلامة وبعد المباراة دي هيكون طبعا عودة هيكون عندنا مباراة في الدوري أعتقد يوم الثلاثة اللي جاي كانت المباراة دي مفترضة هتبع بيرامدز بس بيرامدز هيلعب مع هيلعب في بطولة الشامبينز ليج مش عارف المطش اللي جاي بتاعهم مع مين فهتتأجل مباراة بيرامدز وهيكون في مباراة بدالها للأهلي مع الداخلية عشان المؤجلات وبعد كده ان شاء الله يكون عندنا مباراة يانج أفريكنز آخر مباراة في مرحلة دور المجموعات ان شاء الله نكون بنلعبها واحنا ضمنين واحدة من بطاقتين التأهل